وكان مرشح اليوم قد تطرق إلى العديد من الملفات التي تمثل استحقاقة للمرحلة المقبلة بحسب آرائهم وتصدرت القضايا الاقتصادية والصحية والتعليمية أغلب تصريحات المرشحين أنا حارس على الطبق الوسطى وعيني على الطبق الوسطى وأي مساس فيها إذا كان هناك وزير يقول الموس على الروس فأقول ابدأ بكبار التجار ابدأ بغرفة التجارة التي تتعظ فيها ابدأ بالمسؤولين الذين يقدمون لنا مشاريع بتكاليف غير قيمة الحقيقية ابدأ بالداو ابدأ بالفساد ابدأ بكل ما سمعنا عنه هذه المشاريع هي بديلنا في معالجة الخلالات الميزانية كذلك بغثيقة الإصلاح الاقتصادي سوف أقدم لها ست محاور أخرى منطلقاتي بشكل الأساسي ستكون هالمنطلقين الصحة والتعليم ولو سألت أي مواطن كويتي ما هي أكثر همومهم وأكثر مشاكلهم في مشاكل كثيرة الإسكان ولكن يضل على أولياتهم الصحة والتعليم فأنا الأولوية لي راح يكون هاي المجالين واسلوبي راح يكون التعاون ما يمكن أن يعمله أعضاء المجلس القادم هو الضغط على المصرفات الحكومية التي للأسف تجنت السلطة كثيرا وتجاوزت على جيوب المواطنين اليوم في هذا الاستحقاق الأولي لا بد أن يضغط على المصرفات الحكومية أن توقف ملفات الفساد